يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي حلقة النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ 29 نوفمبر 2022 يا رب النهاردة يكون يوم سعيدة على حضراتكم مليان دايماً بطاقة إيجابية وابتسامة بدأوا دايماً يومكم بالابتسامة الابتسامة بتصنع يوماً أفضل خليني أذكر حضراتكم بفكرتنا زي ما احنا متعودين بنبدأ دايماً بفكرتنا الإخبارية هنتابع فيها النهاردة طبعاً نشاط سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس وطبعاً أهم اللقاءات والاجتماعات اللي قام بيها وتفاصيل أكتر عن هذه الاجتماعات خلال التقارير اللي هكون معنا كمان معنا تقرير خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية الخاصة بمد فعليات المبادرة الـ 23 مبادرة كلنا واحد لديسمبر أو آخر شهر ديسمبر القادم إلى جانب طبعاً العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مدخلات تليفونية لمعرفة مزيد من التفاصيل فكرتنا التانية فكرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال دفتنا النهاردة أستاذ محمد باسم الكاتب الصحفي هنحلل معاه طبعاً أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف الداخلية وأيضاً المنشتات الخارجية فكرتنا التالتة والأخيرة فكرة مهمة جداً جداً لكل طبعاً الأولياء الأمور اللي عندهم أولاد في ثانوية عامة مبارح كان في مؤتمر صحفي مهم جداً لوزير التربية والتعليم دكتور مصطفى حجازي للمزيد والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وطبعاً أهم القرارات اللي اتخذت خلال هذه أو هذا المؤتمر هنعرف طبعاً تفاصيل أكتر عن هذا المؤتمر وهنعرف أهم هذه القرارات وطبعاً الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وطبعاً أسئلة كتير بتدور في أذهان أولياء الأمور اللي عندهم أولاد في ثانوية عامة هنحاول نجاوب عليها بالقدر الإمكان معدفنا النهاردة اللي يكون معانا عبر الهاتف دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس خلونا بس في البداية نخرج لفاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا فقراتنا الإخبارية خليكم معانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر